بعد الضربة التي تلقتها إيران وأفقدتها توازنها بقتل قاسم سليماني سارعت إلى القيام بردة فعل الاستعراضية لضرب القواعد الأمريكية في العراق ضربات لم تؤثر على تلك القواعد وعادت وبالا على إيران جنت فيها نتائج تصرفاتها العدوانية الطائشة في المنطقة وانتهاكاتها المتكررة للقوانين الدولية حيث أسقطت طائرة أوكرانية مدنية راح ضحيتها 176 راكبا الطائرة التي كانت من طراز بوينغ 737 أقلعت يومها من مطار الخميني في طهران خلال أولى ساعات صباح الثامن من يناير عام 2020 متجهة إلى كييف لكنها سقطت بصاروخين أطلقهم الحرس الثوري الإيراني وعلى الرغم من الوعود المتكررة بمحاكبة مرتكبية الجريمة إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل ويطالب أسر الضحايا بمحاسبة نظام طهران والحرس الثوري ومنظمة الطيران الإيرانية وتحميلهم المسؤولية بسبب عدم إلغاء الرحلات المدنية عندما كانت إيران على وشك مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة عقب قصف قواعد عسكرية تتمركز بها القوات الأمريكية في العراق بدورها جددت وزارة الخارجية الكندية دعوتها إيران إلى تقديم شرح كامل لحثيات إسقاط الطائرة مؤكدة أنها ستحاسب طهران وستحقق العدالة لأسر الضحايا حيث فقد 57 مواطنا كنديا حياتهم إلى جانب مواطنين من أفغانستان وبريطانيا وأكرانيا فضلا عن ركاب إيرانيين ورفضت كندا قرار الحكومة الإيرانية بتحديد التعويضات المستحقة لأسر الضحايا بمبلغ 150 ألف دولار عن كل ضحية مؤكدة أن مثل هذا القرار لا تنفرد به طهران بل يتم تحديده عبر مفاوضات بين إيران وكندا وأربع دول أخرى قتل رعاياها على متن الطائرة وسبق لأوكرانيا أيضا أن رفضت عرض إيران مشددة على ضرورة مراعاة الأعراف الدولية بعد تحديد سبب المأساة ومحاكبة مرتكبها ولم تعلن طهران حتى اليوم سوى عن توقيف متورط واحد في تلك المأساة التي فضحت الغرور الإيراني وكشفت أن القوة العسكرية التي تتبجح بها وتستخدمها إلى جانب الميليشيات لتقويض أمن المنطقة ما هي إلا نمر من ورق استقوت به في مرحلة حارجة مرت بها دول المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر